في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة تعيشها بعض دول شمال إفريقيا تصل تداعياتها إلى دول أوروبية تجتمع الدول المعنية في الرباط بحضور تجمعات إقليمية وتبثيل من الأمم المتحدة لبحث تنسيق الجهود لمراقبة أشد لحدود الدول والتحكم أكثر في حركة العبور من ناحية الأمن الشخصي والأمن الاجتماعي من أجل نهض بالمنطقة ومن أجل محاربة جميع أنواع التهريب ونحن نعرف أن المنطقات تتميز مع الأسف بأنواع تهريب جد كثيرة منها تهريب مخدرات، تهريب الأشخاص، تهريب السلع المؤتمر الوزاري الثاني لأمن الحدود يسعى للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها الدفع في اتجاه إقرار تعاون بين الدول الإفريقية المعنية بالمشاكل الأمنية في الحدود بشكل مباشر والدول الغربية خاصة الأوروبية الحريصة على مصالحها الكبيرة في المنطقة لقد كان المؤتمر مجديا لأنه تطرق إلى موضوع مهم جدا أمن الحدود في كل أفريقيا وخاصة في منطقة الساحل هناك مشاكل أمنية وخاصة في الحدود لذلك من الضروري أن تتعامل كل الدول التي شاركت في المؤتمر مع تلك المشكلة ومنها دول المجتمع الدولي المؤتمر يؤشر حسب الخبراء على زيادة اهتمام المجتمع الدولي بمنطقة الساحل والصحراء التي تعيش أوضاعا أمنية متقلبة مع ما يعني هذا من ارتفاع القلق الأوروبي من زيادة نشاطات الجماعات المتشددة وارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين وأشهد الاهتمام الغربي بمنطقة شمال إفريقيا ارتفاعا ملحوظا تميز مطلع هذا العام بقيادة فرنسا لتدخل دولي في شمال مالي لإيقاف زحف الجماعات المسلحة كما ارتفعت وطيرة الضغوط بعد تواتر كوارث غرق سفن المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الأوروبية ما دفع هذه الدول لمحاولة إيجاد حلول للظاهرة في مهدها يوم سيد ياسين سكاينيوز عربية رباط ترجمة نانسي قنقر